اخواني بالله السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكون دايما كثير من الاسئلة جيني اعطينا افكار شنية البيت اللي يكون دافي وصريع في البناء ورخيص المنزل هذيكي ما تعرفوا شفته في فيديو سابق وتعرفوا انه مبني عندنا هنا مبناء الخشب في الارض الجديدة ان شاء الله مش يقوموا بالبناء بواسطة الطوب الابيض العازل او ما يسمى بالغازابيتون اللي مش نحفروه الفوندسيون اللي هي الاساس ولي هو اول حاجة في بناء المنزل اذا كان الفوندسيون بتاعنا مش نحفروه لازم يكون الزوايا متاعوا قائمة تسعين درجة بالضبط لانو اذا هو سر نجاح البيت واليوم مش نعطيكم اسهل طريقة حتى تتأكدوا من الزوايا هذي باذن الله احنا كما تشوفوا قمس دي الرسم البياني بالخيوط هذو ما متاع الواحدين متاع الفوندسيون مش نرغل نعملوها في الارض ونبنيو عليها الحيط ما بين الخطوط ما بين الضيوط متاع هذا مثلا وهذا لازم ينحفرو كلهم بعد نصبوا في البيتون بنوريكم كيفاش ان شاء الله بالمسلح الحافر لازم يكون اقل حاجة متر وعشرين لانو عنا درجة التجمد في الشتاء توصل مية متر وعشرين الارض تتجمد هذي موضوع ما بعد نفهمه لكم عليش لازم نحفرو هكا ما جبتش لهنا تراكتور ما جبتش لهنا تراكس مش نحفرو كل شيء بدينا كما قلت لكم مش نبنيو للبيت هذي ان شاء الله بايدينها في كل شيء ان شاء الله باش الناس اللي تحب تبني لوحدة ومعنداش مصاري والشباب وكذا يتفرج ويعمل كذلك بنفسه بتاعكم متاع الحداية هذي باش نعمل بها كيف فهمتكم الطريق المكان باش نعرف وين بنحفرو لكن لازم لي نعرف الزوايا بتاع المنزل تكون تسعين درجة اسهل طريقة باش نعرفو الزوايا هذية شنية اذا كان ما عندكم مش موادات وكذا هي البرامتر متاع بيثاغوري اذا كانت عرفوه متاع الحساب متاع الماتي ماتي ماتي كيفاش ناخد مثلا الحديدة هذي الزاوية عود متاع لي حام معده بيش يكون سهل في الارض نازلو هاذا ونحط القياس ثلاثة متر شفتوه ثلاثة متر بعد نفس الشي هناك حسبنا ثلاثة متر تو نحسبو للناحية الثانية اربعة متر كي ما تشوفو لهنا اربعة متر وعملت العود هذيانا بعد نتأكد انه الزاوية اتبسكا هيدينكا بعد ناخد القطر متاع المثلث هذيانا اذا كان الزاوية تسعين درجة القطر ما بين ثلاثة واربعة لازم يكون خمسة متر يعني سهل يسر اسهل طريقة انا اخواني شوفوا مع بعضنا شفتوه الخيط اللي انا عملته ما هوش مستوي اربعة تسعين العود هذيانا خليته على خمسة شفتوه يعني هذا العود لازم الخيط هذي ايجي هكذا وقتها تصير عندي تسعين درجة لهناك كيفاش يجي هكذا العود الاخير اللي من هناك اللي هناك هذيكا مش نجبدوه مش نجبدوه شوية لهنا هكا حتى لنا الخيط يولي يمس في العود هذيه مفهوم ما فوق كيف مش شوفو الان دا اخواني شوفو معايا شوفو معايا الخط هذيه ش بدناه صار يمر بجنب العود هذا يعني من العود هذا للنقطة الاخيرة اربعة متر من النقطة الاخيرة للعود الثانية ثلاثة متر لازم ما بين الاثنين اعواد يكون خمسة متر اذا كان خمسة اربعة ثلاثة معايا الزاوية تسعين درجة مفهوم مفهوم بارك الله فيكم نكمل الحمر امتعي اسوه ديانك ايدي باماهاي هاي ماماك ديانك ايدي باماهاي ديري لفادو ديانك ديونك أهم� دائما ص liberals